التقت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وفدا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شهد اللقاء استعراض أبرز الطلبات المقدمة من النواب للوزراء منها ما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكملة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في ظل الإجراءات العجلة التي ختخذتها الوزراء ومن شأنها تيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك ما يتعلق بحصول عدد من الأسر الأولى بالرعاية على مساعدة برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل الكرامة شكرا للمشاهدة